شكل اطلاق صاحبات السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لمبادرة يوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر شكل منعطفا هاما في مسيرة إنجازات المرأة البحرينية والتأكيد على دورها المحوري والمهم في رسم ملامح النهضة التنموية في مملكة البحرين واليوم تحتفل البحرين بيوم المرأة البحرينية لعام 2017 بالمجال الهندسي تتويجا لإنجازاتها المشهودة في هذا المجال قرأت تعلمت شاركت هذا الشعار الذي حمله يوم المرأة البحرينية منذ الإعلان عنه عام 2008 فإطلاق صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لمبادرة يوم المرأة البحرينية كان من أجل تتويج إنجازاتها والتأكيد على تجربة المرأة البحرينية الفريدة التي استطاعت أن تشكل ملامح التنمية الحضارية في مملكة البحرين وأن ترسم خارطة للإنجازات المتوالية في كافة المجالات الأول من ديسمبر هو يوم تحتفل فيه البحرين بإنجازات المرأة البحرينية وهو اليوم الذي يستذكر فيه الجميع النجاحات التي حققتها المرأة في كافة الميادين حتى اليوم أصبحت شريكاً أساسياً في التنمية التي تشهدها البحرين ومحركاً رئيساً يرتكز عليه في وضع الخطة والبرامج التنموية تم تخصيص يوم المرأة البحرينية لعام 2017 للاحتفال بإنجازاتها في المجال الهندسي والتأكيد على دورها الفاعل وإمكاناتها وعطائها في هذا المجال فخورة بكوني مهندسة بحرينية أشارك جميع المهندسات البحرينيات بالاحتفال بيوم المرأة المهندسة وأشكر وفخورة بهذا التخصيص هذا اليوم من قبل سمو الشيخة سبيتة بنت إبراهيم رئيسة المجلس لعلى المرأة وكوني مهندسة بحرينية فخورة بإني مشاركة في إنشاء المدن الخمسة اللي وزارة الإسكان الحين تقيم على بنائها أتقدم بالشكر إلى صاحبة السمو الأميرة سبيتة بنت إبراهيم لتكرمها بتكريم وبتخصيص عام 2017 لتكريم بالمهندسة البحرينية وهذه بالنسبة لنا كمهندسات يعتبر تقدير وجائزة كبيرة لأي مهندسة في أي مجال الهندسي موجود وأتقدم بعد بالشكر إلى وزارة الإسكان لمنحنا الفرصة لتواجد المهندسة في جميع مجالات العمل فمثل ما تشوفون المهندسة تشارك في جميع خطط وزارة الإسكان وبالتالي خطط الدولة في بناء المشاريع الإسكانية القديمة والجديدة أنا أحب أن أوجه الشكر لصاحبة سمو الملكي الأميرة سبيتة بنت إبراهيم آل خليفة على تخصيصها هذا العام لإحتفال بيوم المهندسة البحرينية المهندسة البحرينية كانت منذ بداية وزارة الإسكان في قمة عطائها وأحنا حين قاعد نكمل العطاء اللي كان من الأول من المهندسات اللي سبقونا أشكر وزارة الإسكان والقيادات اللي في وزارة الإسكان وعلى رأسهم سعادة الوزير باسم يعقوب الحمر على إشراكنا في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية المهمة المدرجة على قائمة العمل الحكومي طبعا المرأة البحرينية أثبتت جدارتها في جميع فروع الهندسة سواء المدنية والكيميائية والبترول وربما تكون متفردة أيضا في عدد من الوزارات والجمعيات المهنية بأخذ دور قيادي ومشاريحها يشهد لها أيضا بنجاحات عديدة وهذا التقدير سيعطي حافز أيضا لجميع من يدرس مجال الهندسة أن يبدع فيه ويثبت استحقاق لهذا التقدير من الأميرة سبيكة بنت إبراهيم أشكر صاحبة سمو الملكي سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم على الخليفة على تخصيصها لهذا اليوم وذلك للاحتفال بيوم المرأة المهندسة وهذا اندل فإنما يدل على رعاية صاحبة السمو الملكي للمرأة في هذا الحقل وأنا كوني مهندسة فأنا أفتخر بهذا اليوم وأفتخر بكوني مهندسة لما قدمته ولما سأقدمه لهذا البلد المعطاء في هذا المجال الهندسي إن الدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة البحرينية من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ساهم في تحقيق المرأة لإنجازاتها في كافة المجالات وعزز من قدرتها في تبوء المناصب القيادية لتساهم في تحقيق مبادئ الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين